السلام ورحبا بكم في فيديو جديدة كنتمنى تكونوا بخير مهم هادي ها تكون اول فيديو في النيفو واحد ديال الجمل تركيب الجمل واعتذر اعتذر الناس اللي كانوا كي متبعيني قبل هايش مشيش معاكم شوية نيفو شوية سريع اعتذر لكم اه نظر لانا كي الناس اللي على قد الحال باقي الله بدين فالانجلي مهم دبا نبدو بطريقة شوية بشوية سلسلية ما نزربش عليكم على قد نعتبر ذاك الشي الدروس اللي درنا فسلسلة القواعد هما اللي نطبقوا عليهم ونشوف بشوية بشوية ما نزربش اه مهم اه الناس اللي جيومات شي سهل ارا كي قلت لكم راكينين كل سلسلة والنيفو ديالا كين مقسمة اه كل لغة مقسمة ثلاثة المستويات النيفو واحد نيفو جوج نيفو هذا النيفو واحد با نبدو بعدها بالنيفو واحد بشوية بشوية ونكشوف في النيفو وجوج نيفو ثلاثة ممكن مالوحش فيه من مقلوح في ما حدو جوج ولكن هم soap اكتر فيديوهات في نيفو واحد باش نحييضه حيش اغلبية الناس را مو بتدين عملي سويلتكم اغلبية بقية المه بتدين نحيذوا ان المبتدين burgstation전 لزول المتوسطين والنحيذوا المتوسطين ديك ساعا باش ندوزول الموت قدن ولكن هذا نبقانيش انه لا لازم الخ Schools لا صارت بالناس اللوح في المستويه thank you بالجمل ماي كنت نشفناها هي ديالي ماي ماي هي ديالي اوكي اون جينيرال كانت شي وش مؤنات مذكار جمع كنقولو ماي اوكي يعني ديالي دياولي ديالتي كل شي كنقول لهم ماي مهمش حاجة عند علاقة بيه ماي نيم هو الاسم نيم اسمية يعني ماي نيم هي اسمية ديالي از تكون شفناه شي يقول شي شفناه خوان هادي اسمية اوكي ماي نيم ماي نيم اس خوان ماي نيم اس خوان الى بغيت تدوي بالزربة كتدلها بحاك وهدي كنا معارتش وشفناه ولا مش فناش وكنا نكون الموت اقديمه لسرحة المستموت القديم هادي از بعد المرة تشوفوا هذيرا بحاك ماي نيم اس خوان هادي ملكتدوي بالزربة تفداري جاولة في اللغة العربية كتصرت لهدرة مهم اسمية ديالي اخوان هادي شفناها ايام اوكي انا اكون ايام فروم هي من مينا من انجلند انجلند هي النجليز اوكي النجليز انا من نجليز اوكي ام فروم انجلند انا من نجليز ايام عاو تاني انا اكون ايتين ايتين يا تمنتاش وهذا تمش في نام الحساب ايتين يا تمنتاش اوكي ارجعوا للمستوى الاول سيسي لدي المستوى الاول القواعد اتلقوا فيها مكتوبة سيسي لدي المستوى الاول وراجعوا لي ما عارف شدش باش ميقولش لي راكي تزرب بولي شي حاجاتش يرادرنا ام ايتين هما ايش كيقولو ما كيقولوش عندي كيقولوش عندي تمنتاش كيقولو انا تمنتاش انا اكون تمنتاش اوكي اه باش ما تدخوش ايش كله لغة وعنده طريقة تعبير دياله ولكن المعنى في الاخر واحد انا اكون تمنتاش يعني ام تمنتاش ييرز سنوات variant음 اخوتي وكي تنبقيك تعقلو على الي ان حنا کا يعلمو انهم في المدراسة عد初 مرتبه تبريسا متالي نقولوا نتفرج في التلفازة كيفش تتفرج في التلفازة ؟ باللغة العربية يقولوا تسمي أشاهد التلفاز هنا كنتفرج في التلفازة فهمتوا؟ فهذه كل لغة صبح الله وعندها شيئا عجيبا فيها يعني خد اطلقوا علا بها يعني تكونوا مهم تفهموا بكترة أسمع كثيرا ما كتفرجوا في المحتوى باللغة الإنجليزية سوف تقولوا فاهمينه وكتجيكم عادي كتلصق لكم في الدماغ تقاوش حافظين لك لانا ما كنشجعش ابن هذم يحفظ يفهم ويبقى يسمع بزا في الزماء ويحاولي دول I'm 18 years old ولا تقدر تقولوها I'm 18 تحيدوا هذي years old تقدروا ما تقولوهاش مهم هنا My ديالي عاو تاني قلنا Father Father هذي التأش أو تي تي ايش مرة كتنطق ذال ذال مرة كتنطق ثاء على حسب كل كلمة وكيلك ينطقها الدال ماشي ذال مهم Father ولا Father كيلك يولا Father مهم Father الأب ديالي My Father is يكون German اللي هو ألماني أوكي جاي من الكلمة ديال Germany اللي هي ألمانيا أوكي وهناي إنجلند لكن شيء واحد مهم دعو نشوفوها من بعد لكن شيء واحد إنجليزيش كنقولو عليه أوكي يعني Father هي ب ولا الواليد الواليد يكون ألماني يعني الواليد ديالي ألماني أوكي تم ما فهموا دبا كيفش كي تكونوا الجمل دبا غادي معاكم بشوية بشوية اللي ما كيرا جا شاد شيء ما يجيش يلومني من بعد من لين أكسلاري شوية يقولي يا آه ما كان فهموش زرب شي علينا مهم My Mother Mother هي الأم الأم ديالي تكون English هي إنجليزية أوكي يعني إنجليز هي جاية من إنجليند أوكي وما تخلقوش ما بين إنجليش وبريتش ولا بريتش 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 بريتانية فهمتي إنجليش هي إنجليزية بريتش بريطانية حتيش بريطانية بشو تقلبو على بريتانيا بحلا نقولو مجموعة دول ف Reachوا Inglese ف greedy Wales فهموهم فمجموعة الدول والشخص اللي كي يكون منا سميته من ديك المنطقة كنسميه بريتيش ديك شاشة تسمعوا مثلا البريتيش اكسنت اكسنت يل لكنا طريقة النطق اوكي يعني طريقة النطق البريطانية اوكي اه بشتعرف مهم ماما در قلنا مادر يل ام ام ولا الوالدة ومن بعد اخر جملة وي هي احنا ار نكون وي ار نحنو نكون ا قلنا هاد ا علش كنديروها ملي كنبغيو نقولو شي حاجة ناكيرة اوكي اتقولي اشنية هنا ناكيرة اعاول اسم ناكيرة اوكي يعني وي ار ا اد قد هي مزيان قد هي جيد قد مزيان اوكي مزيان او احتى مزيانة هما هنا يم عندهمش ما عندهمش المؤنة المذكر في هن direction ف الolis في الصيفات ويجي يجيو قبل الاسماء موظه درا لا عندهمش مؤنة المذكر وما عندهمش الجمة لิAST هنال لا لحتو الصيف كتجي قبل من الاسم تأكل بغير نقولو عائلة مزيانة احنا احنا عائلة مزيانة هاد ال drawn احنا ه sapp قدروني ب رجمها هاد الاي واشي الاقس محوليه كما كانت نطقه بفرنسي الاي كتعني ايه واحد واحد احنا اصلا ليش كنخدمه مليك تكون شي حاجة ناكيرة غير معرفة كنقول واحد دري واحد فلان فلاني واحد ما معرفش اوكي هنا ايه ناكيرة الجملة ما يمكنش يقول وي ار د هاد د كنا شفنا يتعري في يال احنا العائلة المزيانة احنا عائلة مزيانة ناكيرة فهمتو البلان ديما عيو يترجمو المعنى بيش تفهمو اوكي وخليونا منذك الترجمة الحرفية ايش كيلي كيت ترجم حرفيا كيدروا راسو ايش كيف ما شفنا هنا ايه احنا ايه كنقولو كنتفرج في التلفازة ايجي ترجم حرفيا را ما عنده معنى فهمتو يعني اوكي الخاسك تاخد المعنى ديالاش نو بغينا تقصدو بها وي او 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 قد قلنا الصيفة كتجي قبل من الاسم فاموي هي عائلة وما كيقولو مزيانة عائلة احنا مزيانة عائلة مكيقولوش احنا عائلة مزيانة خاصكم تعودوا علىها اوكي ما يمكنش تحفظوها ادي اتاكلوا الاسا مليك اقولكم اتاكلوا الاساين هتعدبوا اه حاولوا تسمعوا لش كن قلكم تسمع زوين ايلا بقيتك تسمع وي او ار قود فاميلي او اذنيك هتولف صافي ما يمكنش الاسمعتها وي او ار فاميلي قود ما يمكنش اتحسبوا واحد النشاز مهم دي اتقول ما يمكن اتشي ما ماشي صحيحة الجملة حتى اوما وككت عنموا لغتم وككت عنمنا تحنا الدريجة يعني احنا معا عارفينش قواعد علاش كنقولوك انتفرج في التلفازة ما عارت احنا اتعلمناه اشي واحد يقول كنتتفرج في التلفازة أتقول لي لا ار خاطع ويقول لك عليه او كاك احنا تعلمناه كنتتفرج في التلفازة كذلك هنا يا اعقلوو سمعو بزاف بيش تولفو املي يقولكو بشي واحد vi are family good اتقول لي لا خطا وي ار قود فاميلي يقول لك، لماذا تقول لي؟ في الأنجلي الصيفة تسبق لي اسم السلام عليكم هذا ما كان باختصار في الدرس إذا أعجبكم الدرس كتبوا لي الناس عارف كان المستوى ذي المتقدم وشال مرة تقولوا لي إذا كان هناك فئة قليلة ستصبروا معي إن شاء الله سيكون فيديوهات المستوى المتقدم ومستوى المتوسط ستصبروا يلا نجدكم معادينا الفيديو الجايد إن شاء الله